اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامجكم خبراء المستقبل النهاردة في خبراء المستقبل عندنا حاجات كتير جديدة وعندنا اهم الحاجات عندنا مستحضرات التجميل معنا الاستاذ علي الميليجي مدير عام مصنع الميليجي لصبون الطبيعي ومستحضرات التجميل الطبيعية وخبير لعلاج مستحضرات التجميل هيكلمنا عن حلول مشاكل الشعر والبشرة اهلا بيكو اهلا بيكو طبعا زي ما احنا عارفين ان الشعر هو تاج المرأة طبعا اكيد اهم من البنات بس للأسف الايام دي بنعيني من مشاكل التأصيف والقشرة والتساقط فيها ترى ايه ممكن حدثك تقول لنا كده العلاج الطبيعي دي بالنسبة لتساقط الشعر وتخصفه بيبقى له السببين سبب خاص بالتخزية الداخلية وسبب خاص بالتخزية الخارجية التخزية الداخلية وهو اعتماد خاصة او بعض الناس او بعض الشباب على تناول الاطعيمة المدرع اه وبنسيب المنتجات الطبعية فالحل عموما هو العودة للطبيعة العودة للطبيعة ازاي انا النهاردة بالنسبة للموضوع الشعر اولا ده سوء تخزية لازم احط رقم واحد سوء تخزية بمعنى ان فيه نقص فيتامينات معينة فعلى طول تحليل انيميا ما عنده فيش انيميا اه ادخل بقى في التخزية السليمة داخليا وخارجيا تخزية الداخلية بتتلخص فيه تناول جميع انواع الخضرات الخضرة الغامق اللون الاخضر الغامق زي الملوخية زي السبانخ الخبيزة الجرجير دي عاجات مفيدة جدا 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 هنا فيه مشكلة حقيقية وهي استخدام المركبات الكيميائية وخاصة فيه بعض المركبات الكيميائية بتبقى موجودة باخد كريم انا سمعت كريم كذا او ثمن وكذا او كريم معين من الكريمات بيتستخدمه هو بيجيب نتيجة فورية وبعد كده بتلاقيش شعر غرز طب ليه؟ لانه اعتمد على المركبات او المكونات الكيميائية الايه؟ الكيميائية ولكن المفروض ان انا ارجع بقى للطبيعة واستخدام المواد الطبيعية الامنة المواد الطبيعية الامنة يعني اي منتج بس اتأكد انه هو طبيعي لان النهاردة فيه كتير بيدعي ان المنتجات المنتج ده طبيعي او المنتج ده فيه مواد طبيعية موجودة ولكن اعتماده الاول على المواد الكيميائية على سبيل المثال حضرتك ده نوع من انواع الزيت اللوغة زيت لفندر ده تركيبة خاصة ده تركيبة خاصة بفضل الله تعالى معمولة بعناية وتركيز شديد جدا ودراسة للمواد الفعالة والنسبة المطلوبة لتخزية الشعر اول حاجة تعمله تمنع التقصف دي بقى لنسبة للتخزية الخارجية تخزية الخارجية تمنع تقصف الشعر تمنع يمنع الهيشان للشعر بعد دول يبدأ بقى المرحلة اللي هي مرحلة التنعيم والتطويل يعني بيديني اربع خمس حاجات في وقت واحد اولا امن جدا 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 على اي سن ليه؟ لانه خالي من المواد الكيميائية الضارة هو كله مواد طبيعية المواد طبيعية عمرها ممكن تقولينا المكونات طيب؟ نعم مكونات الزيت؟ المكونات الزيت هو في بعض العناصر زيه هو بتكون من 11 مادة طبيعية ها منهم زيت الجوجوبة زيت الجرجيل زيت الخروة زيت جوز الهند ضمن المكونات زيت مجموعة فيتامينات المطلوبة فعلا لتغذية الشعر ويساعد على الانبات سد الفراغات الموجودة يعني فيه كتير برضو من اللي حصل تساقط للشعر او الشعر اصلا تالف او باز نتيجة استخدام مواد كيميائية معينة او بعد عمل بوراتين ببص لك الشعر ايه صيط او الكلام ده كله فمجموعة الفيتامينات دي تعيد للشعر نموه من جديد من جديد ده بالنسبة للزيت طيب فيه ناس النهاردة مش عايزة تستخدم زيت كديهان قريت استخدامه بتستخدم عندي هنا الكريم بتعامل به زيت هو برضو كريم لفندر كريم شعر لفندر طبيعي 100% بيتعامل حمام زيت لمدة ساعتين او 3 ساعات بطريقة طبعا الحمام اللي هو بيدهن وبعدين يتلم فوتا سخنة الشعر ومياسخنة ولازم يضغط لمدة ساعتين عشان يحتفظ بدرجة الشعر يحتفظ بدرجة الحرارة يمتص المواد الموجودة ويستفيد ويستفيد منعه ده بالنسبة للشعر او عندي بالنسبة للشعر فيه استخدام بعض الشامبوهات يدعي اصحابها بانها طبيعي دي بتعمل مشاكل كبيرة جدا جدا في الشعر احنا عشان كده قلنا لا احنا خلاص احنا واخدين منهج كمصنع المليجي للسابون والطبيعة ومستحذرة التجميل فضل الله تعالى والمنهج ده اتعرفنا به سواء كان داخل مصر او خارج مصر فالحمد الله رب العالمين ان احنا لا نستخدم الا المواد الطبيعية فعلا وما نقولش على منتج انه هو هيعمل كذا بدون ما تكون لي حقيقية ما ينفعش صنع هذه الصابونة انا ما شفتش اي شركة موجودة او اي حل قبلنا بفضل الله تعالى صنع صابونة من زيت البيلسان من زيت البيلسان زيت البيلسان مع زيت جزء الهند مع زيت الخروع مع مدموعة بقى الاعشاب الموجودة وده بينها اولا ما فيش لون ما بنستخدمش لا كالر ولا ريحة ابدا كل الزيوت الموجودة او الريحة الموجودة دي دي زيوت العطرية المكونة للايه اولا تدي تنعيم للشعر تنظف تزيل او تمنع عملية انسداد المسام الموجودة سواء كان للشعر او للبشرة عندي هنا دي سابونة سابونة الالوفيرا طيب احنا هنرجع نتكمل محارتك وانا هستقبل وسيلة صالد عشان ما قل عانا بقاله فترة ومعانا هنهو تفضلي نهو حالو السلام عليكم برحيك همس اظهر حضرتك اين الحمد لله انتي عاملة اين الحمد لله الحمد لله ممكن اتكلم الدكتور طبعا تفضلي عندك اي سؤال تفضلي اه اه انا حب ان انا اشكر حضرتك على فكرة انا جربت وانت جاب حضرتك تبقى الو مالو يعني انا ماشي عليه تقريبا بقالي سبع ثمن شهور يعني النتيجة بجد هيلة الحمد لله ربنا يبارك لك يا رب وبعدين هو اتقل شعن الشعر والشعر عندي ما كانش اللي هو بيانه ده ما كانش بيت والله يعني عمل فرق كويس يا استاذا نوهر لا ما شاء الله والله جميل جدا والشعر طويل وسائل معي يعني المنتجات طبيعية طبيعية 100% لا طبيعية انا جربت على فكرة جدا 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 يعني ما كيش حاجة نفاق كلها كده يعني حاجة يوم اثنين والهيشان عندي كان مدقيقة طبعا بتتحرج وسطة اصحابها في المدرسة فلقيت اللا النتيجة كانت حلوة والهيشان ده راح خالص بقدروا يعملوا تتحذروا ما هم عايزين حاليا دلوقتي فربنا يبارك له بجد بالله يعني بدي ان انا اشكوره كتير كتير على المنتجات الجميلة وطبيعية يعني مش فيها بقى حاجات كيموية ولا الكلام ده كله خول تمام يا استاذ وعند حدودك اي استفسار تاني لا متشكري جدا ومن لو فيه اي حاجة كمان حدودك ممكن تيجي المعرض وعندنا حالات يعني خاصة استقبال للحالات الخاصة كمان نقدر نصنع حاجات خاصة حسب الاحتياج شكرا لحالاتك يا استاذا نهو ومعنا لتواصل مع الدكتور علي المليجي معنا للارقام اسفل الشاشة ونرجع تاني بقى لحالاتك للشامبوهات الصابون البديل للشامبو بالنسبة لقبنا لحضرتك دي الالوفيرا معروف طبعا الالوفيرا اللي هو الصبار البلدي الصبار البلدي بتاعنا أولا أنا عندي هنا فيه عنصر أساسي في جميع المنتجات أو لجميع المنتجات سواء كريم سواء صابون العسل النحل البيور وشام العسل دي حاجات أساسية موجودة عندي دي صابونة اللي هي صابونة الالوفيرا من لب الصبار من الداخل مع العسل النحل مع مجموعة زيوت مشتركة طبعا دي فوائدها للشعر ومعروف فوائد الصبار للشعر وللإيه؟ وللبشرة موجودة دي طبعا ججوبة معروفة ججوبة عالميا وفوائدها للشعر وللبشرة للإثنين دي الحاجات دي النهاردة بتريحني ليه؟ عشان أنا بستخدم كل منتجاتي طبعية بمعنى بستخدم شامبو طبيعي اللي هو عبارة عن صابون بنسميه شامبو صلب كريم طبيعي كريم طبيعي آمن وعلى أي سن بفضل الله تعالى أو مع أي سن هو آمن زائد النتائج بفضل الله سبحانه وتعالى بتبقى ممتازة جدا جدا وعلى فكرة يعني طبعا ناشكل المتصلة في عندنا الشكوى دي موجودة مش خاصة بالنساء لا في عندنا شباب بتجلنا المعرض نفسه وبتشتكي برضو نفس طبعا لها أسبابة لأن احنا لما بقابل حالة زي كده بنقعد لازم نشوف السبب إيه وعلاج الأسباب أولا مازل فبفضل الله سبحانه وتعالى جايبة نتائج ممتازة جدا حتى للشباب حتى للشباب اللي الموجود هذه في عندي طب بيواجهنا كمان مشاكل حب الشباب والبزور السوداء وبالذات في الصيف مع الارتفاع درجة الحرارة اليومين دول كمان يا ترى إيه الحل؟ أولا بالنسبة للحب الشباب قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدة بيته الداء فإحنا قلنا في الأول في بداية الكلام سر الجمال كله للمرأة و للرجل في العودة للطبيعة عشان تقدر تحافظ على الصحة وعلى الجمال لازم العودة للطبيعة باستخدام المنتجات الطبيعية مضغوط بالنسبة لحب الشباب زي ما قلنا خول الرسول الله صلى الله عليه وسلم المعدة بيته الداء وإحنا قلنا برضو في الشعر أبدأ أشوف التخزية الدخلية والإيه والخارجية يبقى النهاردة عندي نفس القاعدة موجودة معنى إيه؟ على طول يبقى أول حاجة أهتم الأول بالمعدة أهتم الأول بإيه؟ بتنظيف المعدة إليها طبعا وصفات وموجودة برضو عندنا نفس الحمد لله يعني عشاب موجودة خاصة بالحالة دي وأقدر بعد كده بقى أبص للحالة الموجودة إيه؟ حبوب حب الشباب هل هو حب حجم كبير حجم صغير لأن كل حالة وليها حاجة معينة ماشي؟ يبقى في حب شباب بقى التوسع عشان ما نساهاش لا بلاش العصر إيه؟ العصر ده الحبية ليه؟ هتسيب أثار هنا فيه استخدام بعض مكونات أو بعض مركبات كيميائية هتشيل الحبية موجودة مش عايزة أقول أسماء معينة أو أسماء معدة حتى كمان ماشي؟ ولكن هتسيب أثار طيب نتلاشى الموضوع ده إزاي؟ بطريقة علمية لازم بسم الله احنا عملنا هنا كريم خاص بالحل المشكلة دي كريم المر والكركم معروف فايدة المر المر ده أقوى من ضد حيوي طبيعي أقوى من ضد حيوي طبيعي مية في المية يستخدم داخليا وخارجيا بمعنى التهابة المعدة قرحة المعدة الكلام ده كله المر بيتدوب بطريقة معينة وبيتشرب ده داخليا تمام خارجيا مع الكريم مر وكركم وعسل نحل وبعض المستخلصات الطبعية الموجودة الطبعية بتعمل ايه؟ أولا زيلة تشيل للحب الشباب وأي التهابات موجودة في البشرة أو في الجسم عموما حتى أثار الحروق الأديمة يعني فيها حاجات بعض أثار الحروق أو تعرض للشمس زائد مادة الكولاجين الموجودة معها بقى بتديني التفتيح ماشي وشد التجعيد شد تجعيد البشرة طبعا الموضوع ده شد التجعيد في بعض الناس أو يعني يستهتر يقولك لا الكريم ده هيشد تجعيد أقوله جربوا أنت دفعت فيها ايه؟ أولا احنا بالنسبة لأسعار أنا محبشة نتكلم في الموضوع ده كله ولكن أقل أرخص أسعار موجودة في متناول الجميع ولكن أنا نفسي وحد ييجي يقولي أنا خدت حاجة ومعملتش نتيجة تعالي المعرض موجود وقولي أنا خدت ومعملتش نتيجة ده فرد تجعيد الفرد البشرة تعالي في عضلتك فرد البشرة ده بيستخدم في حاجات كتيرة أو بيستخدمون الوسائل ايه؟ وسائل كتيرة لكن بفضل الله تعالى بفضل الكريم واستخدام الكريم والمدومة عليه بشيل حب شباب الفرد التجعيد أي التهابات موجودة في البشرة والتفتيح بشرة تمام للأسف فقرتنا خلصت مع حارتك سريعا ومنشر حارتك جدا كان معنا نعرض دكتور وأستاذ علي الميليجي من مصنع لفندر الميليجي وبنشكركم مشاهدينا ونرجع لكم في الفقرة اللي بعدنا بعد الفاصل حفاظا اشتركوا في القناة